ساعة خليجية بمان الحمود أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعية الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلا بكم شكلت بلاد الرافدين منذ الأزل مركزا للثقافة والفكر والفنون وكانت دوما منارة لجذب المثقفين ورموز العلم والأدب لكن السياسة أفسدت كل شيء في العراق وكانت سببا في تراجع تلك المكان خلال العقود الأخيرة سياسة أقحم فيها الدين عنوى فكانت النتيجة وبالا على عديد هؤلاء المثقفين الذين آثروا الرحيل إلى المهجر وعدم التفكير في العودة أدراجهم مرة أخرى فمن الخاسر من كل ذلك؟ ولماذا تتعامل السلطة مع المثقف بالشكل الذي يحد من إبداعه ويجبره على كسر قيده للخلاص من عبودية الفكر واضمح لا للأمل ضيفنا في الساعة الخليجية لهذا الأسبوع هو مخرج وفنان ومثقف عراقي كابد الكثير من المتاعب في سبيل نهضة بلاده الفكرية والثقافية والفنية لكنه أثر اليوم الابتعاد عن المشهد ليحل علينا ضيفا في الساعة الخليجية علنا نفهم منه أسباب هذا الخيار الفنان والمخرج العراقي حميد شاكر أهلا وسهلا بك على أثير منتكال الدولية وفي برنامج ساعة خليجية أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكل كادر وعامل في إذاة منتكاله أهلا وسهلا بك حميد شاكر اسم معروف في الخارطة خاصة السينمائية العراقية أخرجت وشاركت في التمثيل وأشرفت على العديد من الأعمال في العراق وفجأة اختفيت أين أنت اليوم؟ حقيقة أنا الآن في الوطن البديل الوطن البديل اللي منحني أشياء كثيرة ما كنت أحصل عليها في بلدي طبعا أقولها بمرارة وللأسف نحن وابناء الوطن أصحاب الكلمة الحرة أصحاب المواقف الشريفة والمبدائية أن نكون بعيدين عن وطننا في أوروبا في أمريكا في آسيا في أفريقا تجدين المثقف العراقي تجدين المخرج العراقي تجدين الممثل العراقي كاتب السيناريا الرواعي العراقي لكن للأسف وأقولها بحصرة إننا بعدنا بشكل ممنهج نتيجة السياسات الخاطئة السياسات تعزى إلى كثير من الأسباب منها استلام السلطة لأناس متطرفين قوميين أو إسلاميين نعم في فترة السبعين وكانت الثقافة العراقية على أوجها بكل المسالك والمناحي على مستوى المسرح على مستوى الرواية الشعر الأدب لكن للأسف ضغوط النظام القومي آنذاك نظام حزب البعث نظام حزب البعث تحديدا والتفكير بإعادة فلسفة النازية بشكل عربي هذا الظهور الجديد للنازية العربية أقولها لن يتشابه مع النازية الألمانية بالضبط نفس المفهوم إن لم تكن معي فأنت ضديه طيب دعنا نعود إلى هذه المرحلة تحديدا التي بدأت بها عملك في المجال الفني والعمل السينمائي يعني ما هي أبرز المضايقات خاصة وأن النظام في ذلك الوقت كان نظاما علمانيا وكان لديه مساحة من الحرية في التعبير عموما بالنظر إلى الأنظمة الدينية والأنظمة القائمة الآن على أسس دينية دعنا نفهم منك ما هي الصعوبات التي واجهتك في تلك الفترة مثلا وصحيح كان النظام يدعي العلمانية لكنه في بواطنة وفي نقاشات الأدبية تجديه ينحو إلى الدين ويعني بعد مضي أكثر من عقديا يطلع صدام بنفسه يقول أعجب على مديرة مدرسة ما تحجب طالباتها هذا الخطاب كان مختلف تماما عن خطاب السبعين وكان بالسبعين أي مدرسة أو معلمة بالمدارس الابتدائية والثانوية إذا ما ترتد الحجاب تنقل إلى التربية كاتبة أو يعني المهم يبعدها عن أنظار طالبات هذه عرفت بالحملة الإيمانية في تلك الفترة بالتسعينات بالضبط بدأت الحملة الإيمانية المقيتة التي مهدت لكل مواطن أن يكون قريب من الدين وأن يلتف حول طائفته هذه هي الحقيقة في مقول الماركس يقول حين تنتفي الأفكار القومية يلجأ منظرها إلى الدين وهي حقيقة لأنه الدين أقرب شيء إلى الفكر القومي الفكر القومي دا يستنبطوه أساسا من الدين ولهذا صارت المصيبة الكبيرة أثناء الجوء والحصار زائدا الحملة الإيمانية يعني الشعب كان يتمنى أن ينفتح على العالم بس هو الحقيقة التخطيط ليس من صدام فقط وإنما الإدارة الأمريكية أيضا ساهمت لكن أنت قلت من البداية بأنك منذ البدايات تعرضت لمضايقات في السبعينات ما هي أبرز المضايقات التي كانت تواجهكم كمثقفين ومبدعين بالضبط كان الشارع العراقي الثقافي الفني الأدبي منقسم إلى قسمين يأما بعثي يأما يتجه لليسار بغض النظر عن الالتزام بالحزب الشيوع العراقي أو بعض الأحزاب الصغيرة الغير معلنة نعم اللجوء لخيار اليسار باعتقادي أوضل من اعتناق الفكر القومي لأنه حقيقة فشل من العراق إلى الجزائر واليسار أيضا فشل الشيوعية فشلت واليسار بالتأكيد بالتأكيد الشيوعية فشلت لأسباب أولا يعني الأحساب العربية اعتنقت الشيوعية بالاتجاه المتطرف للرؤية العالمية بما كان يمليه الاتحاد السوفيتي السابق مع أنه الكل يعلم كل المثقين بأنه الشيوعيين كانوا يتعذبون بالعراق على أيدي جلادين دخلوا دورات فيما يسمى سابقا ألمانيا الديمقراطية أو يغسلافيا السابقة أو رومانيا نعم هذه الدول كانت جدا عنيفة مع أبنائها فالكوادر التعذيب اللي كانوا منتمين إلى منظومة الأمن والأمن الخاص والمخابرات كلها تتدرب بالمعسكرات الاشتراكية في دول المعسكر الاشتراكي وتجد طبق كل ما ما نظروا إلى الشيوعيين بالدولة هذه بأتساد الشيوعين العراقيين يعني الطامة الكبرى بعض من المنظرين العراقين ما يعترفون بهذه الأخطاء هذه الأخطاء الكارثية أدت إلى تحطيم المنظومة الشيوعية بكاملها صحيح بكاملها تماما هل لأن العرب أساسا غير مهيئين لاعتناق مثل هذه المداهب الفكرية يعني شعوب تأدلجت دينيا لفترات طويلة عندما تأتي عليها بمفاهيم من هذا النوع ربما يكونون غير قادرين على التكيف معها صح بس الإنسان الواعي ما تغرفه المشعر يعني أنا أقول ليش مثال شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري رجل شاب بعمامة انتفض على واقعه انتمل الحزب الشيوعي ونالمنا وأخيرا صدام حتى الجنسية العراقية لغاها مننا وكان يعني يتمنى أن يموت ويدفن بالعراق لكن للأسف دفن في دمشق نعم الواقع العام غير الواقع الخاص يعني أنا عد ما أتحول من فكر إلى فكر ما أرجع إلى مرجعيات الآخرين أفكر بعقلي وحط أسباب وأخرج بالنتائج نعم يعني كل ما احتحدثنا به لم نصل الآن إلى النقطة الرئيسية نريد أن نفهم لماذا تركت العراق مع أنك بقيت الفترة طويلة تكابد كل هذه الصعاب وبقيت في العراق وأصريت على البقاء لكن فجأة تركت كل شيء ورحلت ما هو سبب الرحيل؟ بدت المضايقات بالتعزيز الوصخ لمفهوم الدين يعني أنت تصوري فديوم افتحت باب الحديقة وبالشارع قبل ما يبدأ دوم يعني كنتم هيسة رح أتروح للكلية عندي كان محاضرة ساعة ثمانية ونصف نعم متفاجئة الطفل ده يعبث بالبرمي للأوساخ بالزبالة بسألته قلت لأ بابا على شنو تبحث يعني جاوبني جاوب اصدامني قل عمو أدور قواطي مع البيرة وبطالة مع الويسكي قلتني شا سوى بها؟ قل لي حتى أقول لهذا الرجال هذا البيت يشرب مشروبات فأنت تخيلي طفولة بريئة تحول إلى جاسو الصغير لمسألة تافها شرب طيب هي القوانين مضحكة في بغداد في مركز الحكم والدولة والسلطة المنطقة الخضراء مناطق يبيعون بها مشروبات روحية بغداد بالكامل كونها منطقة دبلماسية ربما طيب وباقي بغداد أيضا المشروب قادي بس لما تتحولين بالجغرافيا إلى الشمال مستمرة قادي الحياة بالضبط تحدينا توصلين إلى منطقة قبل الحلة بعشرين كالي يسمونها المحاول يصير المشروب جريمة يعاقب عليها القانون مع أنه أصلا ما موجود لا بالدساتي العر لا سابق ولا حتى يعاقب عليها القانون أم العرف الديني القانون نعم مع أنه ما بيها سياق قانوني ما بيها أي سياق قانوني يعني هذه مسألة شخصية أن تشرب أن تعبد أن تذهب إلى بار إلى ملها مسألة شخصية وما أعتقد هذا الشارب في يوم من الأيام أن يحط حزام ناسف ويفجر روحه هذا يشرب يحب الحياة وانتهت بس ذول اللي ما يشربون معظم هم مجرمين باسم الدين يعني هذا ليجي لابس حزام ناشف أو سيارة مفخخة وتنفجر في سوق في منطقة في حي شعبي ويقتل بالعشرات بالمئات بالأخص الحلة بيها صارت تفجيرات يعني في محافظة بابل فضاعتها وشناءتها وضحاياها أكثر من أي ضحايا بالعراق حتى من العاصمة بغداد هذا المفهوم الديني يعني حقيقة خلاني أنكمش على هوايا أشياء أولا يعني أنت بعد ما مكبل مقيد بالفكر يعني أذكر فيديو في عرض فيلم تسجيلي اسمه حقوق نعم يتحدث عن العذابات التي تعاني منها المرأة العراقية عهادهم بالأرض الأول رفع أي دو قال لي أنا أحتج لا يوجد شيء بالإسلام هذا التشويه لصورة الإسلام قلت لي يا أخي هو من اضطرق للإسلام قال لي أنت اضطر المرأة ما عندها حقوق قلت يعني المرأة عندها حقوق قال لي كل الحق بالعالم موجودة بالمنظومة الإسلامية قلت لي أوكي مشروع الزواج من يختار المرأة للعائلة الأب الأخ العشيرة قلت لي هاي قلت لي ساند شخصي تجاوبني بنعم أو لا ما أريد نقاش لليسار وليليمين أنت على فراش الزوجية معاك صديقتك خليلتك دخلت زوجتك فجأة و لقيتك بجرم المشود من حق من حق طلقك قل لي أخي هذ قلت لحبيبي اتفقتوا إياك بنعم أو لا ما راح تجاوبني لأن أنت تعرف مسيء وأيضا راح تريد بقصد وسبق إصرار أن الذل المرأة وتفقدها من حقوقها يعني يقول لي وين القانون اللي يسمح للمرأة أن تتزوج باختيارها وأن تتطلق باختيارها هاي المنظومة ما موجودة بالدين فلدها فعلي عن منطقة رخوة الآخر يقول لي أنت مدري شنو إحنا قلت لأكو مقطع بالفيلم شلته كان لقاء ويا محامي بالمحكمة نعم فقلت للمقطع لغيته لأنه مقرف أنا رجل في قرية بعيدة يعني للأسف يجي في ليلة زوجها فقيرة زوجها باقي يشتغل ويبات خارج العمل أن يجي أبوها ويجبرها على ممارسة الجنس قلت لهاي لو يصير الحادثة بالمجتمع الأوروبي لساناتكم تطول أكثر من متر حتى تتحدثون عن الحادثة طيب هذه في مجتمع أشائري يعني ده أناقشك افتهمت الموضوع لو عيد الكي أكثر المهم الصمت كان أفضل كان سيد الموقف نعم هذه المواقف يعني من الصعوبة أن تمشي مرة مرتين ثلاثة لأنه راح يحطون عيونهم عليك الإذاء صحي المسألة المرة جدا يعني في يوم من الأيام تفاجأت بعد نجاح مهرجان سينماعي كبير في الكلية وبلغت بأنه أحد الفائضين في الكلية حقيقة صدامت قلتم يعني أنا فائض أنا في فرع السينما أدرس ثلاثة دروس مهمة إخراج تمثيل سينمائي وتذوق سينمائي طيب بالمسرح أدرس تمثيل وأدرس مناظر مسرحية عندي كور جميل جدا طيب إلقي لي واحد بالكلية يدرس خمس مواد وأني فائض وغيري من الكسالة أصحاب الشهايد من المعسكر الاشتراك السابق اللي لا يفقهم في اختصاصهم شيء صدقيني نعم من سنين ويرجع جاي بالدكتوراه هو ما مخرج متر ما مثل لقطة مكاتب لصفحة السيناريو يعني دولة أفضل مني أوكي فقدمت على التقاعد هربا من هذا الواقع المر واقع سياسي مؤلم جميل واقع اجتماعي متشردم فعلي الرحيل أفضل مفهوم لحظات فقط ونعود لاستكمال هذا الحديث الشيق معك ساعة خليجية إيمان الحمود نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير منتكال الدولية ضيفنا دائما هو الفنان والمخرج السينمائي العراقي حميد شاكر المقيم حاليا في العاصمة الفرنسية باريس نرحب بك مرة أخرى على أثير منتكالو فهمنا قبل الفاصل أسباب تركك للعراق في هذه الفترة ولجوءك إلى باريس ولكن دعنا نتحدث عن فترة أيضا مهمة من حياتك لمن لا يعرفك تحديدا أنت عشت فترة صعبة فترة أسر خلال الحرب العراقية الإيرانية كنت أسيرا عراقيا لدى إيران لمدة ثمان سنوات على ما أعتقد أكثر أكثر من ثمان سنوات يعني لمن لم يسمع بهذه الحكاية كيف يمكن أن تسردها لنا حقيقة نحن كنا في القاطع الشمالي فترة أيام الحرب وانتقلنا للقاطع الغربي باتجاه قاعدة الوليد اللي قصفت واستقر بين المقام الحربي في جنوب العراق ما بين العمارة والبصرة كنت ليلتها أستلم إجازتي حتى أروح للحلة كنت مخطط بالضبط للهرب إلى بريطانيا أحد الأصدقاء اللي كان معنا صديق العزيز سعى الحميد اللي حاليا هو في بريطانيا كان لدينا فرقها باند غير بيسمه أوروك كان هو العازف الرئيسي الرئيسي نعم فخططنا الهرب عن طريق الشمال سعد قال لي لات التح قلت لازم ألتح حتى غير العنوان كان عندي عنوان قديم بغضاد بالوزيرية يعمل دراسة والمسرح العسكري نعم حتى رجع للعنوان بني جوني بحثون للإستخبارات على العنوان الجديد اللي هو الوزيرية وأضيع لأنه خوف من تعرض العائلة صحيح إلى الإيذاء والعائلة يعني أخوتي معظمهم كانوا ملتزمين بالحزب الشيوعي ولا زالوا نعم يعني شاءت الأقدار أن تتأخر إجائزنا بسبب للمطوعين إجدت الإجائز المطوعين رحوا يشتكوا يام أمر فوج قالوا لا إحنا ما نريد الإجائز إحنا نريد رواتبنا قم أخركم أنا أخركم أسبوع لأخ قالوا ليه عادي وأنا رحلت للأمر قلت لها سيدة أنا ما لدي علاقة بالراتب كنت في وقتها بعدني بالتربية كنت مشرف بالنشاط المدرسي فقلت لأني أستنى المراتب من التربية طيب منحني إجازتي قال لي لا الكل لازم يرحون والكل يلتعقون يعني أنا ادفع الثمن المطوعين في ليلة الهجوم كنت أنتظر ساعات هذا عسى أن يوصل للفجر حتى أستنى مجازتي وأروح في وقتها يعني حقيقة الموضوع هو مؤلم كان عندنا ضابط معروف يكرهني لأي سبب ما بالضبط ليش يكرهني ما فهمت فقل لي تطلع دورية اليوم دورية قتالية اختطاف أسير معروف شنو كذا قلت له سيدي أنا يعني بكرة رايح إجازة لازم الفجر قال لي تطلع وترجع الفجر أوكي أحد أصدقائي الله يرحمه مهندس اسمه سامي علوان قال له سيد أنا أروح مكانا فقال له أوكي بامتعاض فقعد يمي سامي يعني أنا من صدق الحدث واحد يعلم بموته قال لي حميد إذا ترجع للحلة زوجتي حامل قل لها تسمي ابني علي فأنا ضحكت قلت لها سامي دروح ودو الصبح نتفهم إن أخذ الإجازة قل لي لا لا أنا أقول لك يعني شاءت الصدف أن يبدو الهجوم بالتسعة تحديدا أن نفاتح إذاءة مونت كارلو كنا نسمعها بجبه بمسجل صغير ياباني يسمع إيواء نعم الموجة كانت كلش قوية مونت كارلو علي كانت أخبار الساعة تسعة يوم تلط تأش تموز يتوقع المراقبون دولين بحدوث هجوم كاسح في القاطع الجنوبي انتهى الخبر بدت انفجارات يعني صارت بهذا الجناح من عندنا من كسر ومن سحب وإحنا باقين نقاتل من عروف شنو سالفة وللفجر يعني لقينو روحنا محاصرين شضايا برجلي تنزف دم بس أحس برد أكو بالليال برجل بس ما منتبه لأن شدة القصوف والخوف لأنه فعلا الخوف هي حرب وبعد يعني على شنو نموت من أجل ما صحيح لأنه صدام يريد يسترجع الإعلام هذا الكاذب بالهجوم بين الطرفين يعني هنا أنا إعلام كاذب بداعة إيران وأنا إعلام كاذب وكل من نعم ينسب الفوز يبرر انتصارات وانكسارات قدمت علينا يعني أفراد السرونة حشوا بالإنجليزي بالفارسي معنا فانحشت وياهم بالإنجليزي طلعوا ما يفتهمون ليسهم للنوم بلغة الإشارة نعم بعدين وثقوا إيدينا وعصبوا عيوننا ودخلونا في حفرة مع الموضع مع الدبابات وانسحبت الزنادات علينا باتجاه الرمي ولحظة دخل مطور دراجة نارية دراجة نارية دخلت وسمعت حديث تتحول إلى شجار صوتي لأنه معصوبة عيني مدى أشوف واخير شي جرت العصابة من عيني وشفت ولد شاب جندي إيراني لسه أتذكر بس اسمه الأول أحمد ووقف أمامي وقامي صيح الجنود الإيرانيين فسحبني فات السيارة قوم هذا أسير حطه ودوني وبدت رحلة العذاب باللحظة هاي اللي أنا يعني أنا ما مصدق هذا أنقذني الشاب يعني أتمنى العمر الطويل هو هسا في إيران لا أعرفه ولا يعرفني صحيح يعني هي الحرب بها بها الإنسانية لا تعني شيئا صحيح بالضبط بس أحيانا تلقين فعلا إنسان مؤمن بالإنسانية يعني هذا الرجل هذا الشاب أحمد لا أعرفه ولا يعرفني دخلنا بالساتر الأول لسه أذكر جاني عريف من الفرقة قرتها تيب 77 الفرقة 77 شاف ب أصابعي محبس ذهب كان في شذرة ترسل الإكسندر المغدوني نعم خذليا ذكر أبويا بالرابع ابتدائي كنت ناجح الخامس فأخذلي في وقته كان بـ 21 دينار أعتقد هو 20 دينار يعني في وقته تقريبا يطلع 80 دولار 80 دولار مبلغ وقدره صحيح طبعا مبلغ جدا ضخم بال59 سنة 61 صحيح بس هو باقي صابعي من الطفولة فراد يسحب يسحب أخير شي جابه وصابه نحطه وحطه رجلة بصدري واثنين جنود كتفوا ويسحب وما يقبل يخرج سأنا أتمنى يخرج حتى أخلص من مشكلة اسمها ذهب صحيح يعني هذا احتمال ينتقم مني من ورالي وكان الوضع الاقتصادي في فترة بداية خميني صعبة جدا واقتصاد منهار وحصار دولة عليهم وهذا يحصل لقطع الذهب المهم عدة مهاخير سحب الحرب فقال لي أقص صبعك يا إلهي واني بس يعني أتوسل بالإنجليز ولا حرف إنجليزي برد حاول جاب زيت وخبط صابون وان ده أتفرج فقام يسحب قوي وباوعت منطقة بيضة تماما وبدأ نضح مع الدم والنزف جاب لي ضمادة وحشوا ياهي بالفارسي بس دي فهمني يأشر لي على شفافي ومتلك شنو كذا إذا تحشي ما معنا أذب حك ظهر أكم أني راقب من الجونت كم سنة قضيت في هذا الأسر يعني قراب تل تسع سنين تسع سنين إلا كم شهر وكيف انتهت هل تم تسليمك هل تم تبادل الأسرة كيف كانت آآ طبعا تبادل الأسرة ربضارة النافعة صدام الأرعان دخل الكويت من دخل الكويت صار في وضع صعب علي أن يسحب كل الجنود والقطاعات والضباط والقيادات إلى الكويت نعم بداية حرب جديدة هو معلم على الحروب هو ما يقاتل بس بالعراق عندنا أولاد الخايبة اللي يقاتلون صحيح فإحنا أولاد الخايبة فانسحب كل الجيش وكرر تجربة إعطاء شط العرب والعودة إلى الخمسة وسبعين بعد أن فقدنا عقد من الزمان اللي هو أطول من الحرب العالمية الأولى والثانية حتى يدخل فيه حرب خاسرة أخرى قضت على العراق قضت على العراق بالكامل وعليمن على دولة عربية جارة هو وحزبه أول من اعترف بالكويت قبل أي منظومة دولية بالتلاتة وستين وكان بضد من عبد الكريم قاسم فاعترف بالكويت لأن عبد الكريم قاسم من ادعى بأنه الكويت قضاء تابع للبصرة حركت المخابرات البريطانية والأمريكية لضرب عبد الكريم قاسم فضربة صدام العبد الكريم مؤامرة نعم شرع الرشيد وبعد مضي أكثر من 11 عام يذكر بأنه الكويت عراقية ويعترف بيها بعد مضي هاي الفترة يلغي الاعتراف يقول هاي جزء من العراق من البصرة طيب انت لا آتك هاي العشرة اللي كنت تخاطب بيها لا للكذا لا للكذا لا لدخول دولة عربية والحرب مع دار طيب طبيت الكويت على شنو حتى تفقد ما تبقى من العراق وفعلا كل العراق انفقد بعد لحظة دخول الكويت لحظات غبية لحظات رعنة لرجل للأسف ما زالوا بعض العرب والعراقيين يتغنون بأمجادة الدموية لحظات فقط ونعود إليكم ساعة خليجية نعود إليكم وإلى ضيفنا دائما الفنان والمخرج السينماء العراقي حميد شاكر أهلا وسهلا بك مرة أخرى في الساعة الخليجية على أثير المنتكال الدولية يعني الحديث شيق حتى أجدني أحيانا منغمسة في سماع هذه الأحداث وأنسى أحيانا أننا نحن في برنامج وعلينا أن أطرح بعض الأسئلة لذا سأضح بعض الأسئلة جانبا الآن ودعنا نتحدث وبما بعد عودتك من الأسر بعد عودتك من إيران ما الذي تغير في العراق بالنسبة لك حقيقة كثير من العلاقات تغيرت صدام كان عندما أقول يقول أنا ما أسلم العراق إلا رماد وفعلا بعد الخسارة بالكويت بدأ تسليم الرماد البنية الاقتصادية إحنا كبلد نفط ثريق ما ممكن أن تتحطم مجرد أن الضخ نفط تجيب مال بس صدام بالحصار وبالحروب بدأ بتحطيم البنية الاجتماعية والتي لن ترقع ولن تخيط كيف؟ بدأ الحصار وبدأ الناس تفقد مدخراتها الوظيفة تعني الضحك أبقون أنت الصور الموظف لمدة شهر يقبض بحدود دولار أو دولارين شهريا هذه حتى ما تكفي لشراء طبقة بيض ثلاثين بيضة ما تكفي لأنه أراج تقريبا راتي بيطلع بحدود ثلاثة آلاف أربعة آلاف وطبقة البيضة بستة آلاف صحيح فأت خيلي يعني بالحصار أنا وزوجتي لأيضا خريجة فنون تشكيلي تشكيلية تصميم اختصاصا لجأت للخياطة لأنه بيتي ما نقدر نشتري لها قوطية واحدة حليب أتذكر فيديوم غمرت كنت مشتغل مع شركة أرتير فرنسية فيلم اسمها زمان رجل قصب وصار عندي يعني أوفرة من المال فشريت البنتي موزة بألف دينار جبتي لياها فأدت أكل بيها لشان تقول لي بابا هاي مو طيبة أنا ما أحب هذا لخيار الأصفر تصورها يا خيارة صفرة ما تعرف موزة لأنه مستحيل بالعراق أن تشوفين شيء اسمه موز تفاح الفواكه يعني كان اعتمادنا على الحصة التموينية اللي اتفاق معلومة من اتحد الغذاء مقابل الدواء صحيح ومشت الأمور والحمد لله حتى الغذاء مقابل الدواء ذات سرقة الحكومة الجديدة هذه معلسة تشوفين معاناة المواطن ثلاثة شهور يطوهم كيلو ثمان أربعة شهور كالأقل في زمن الطاغي ذاك كنا نحصل الوجبة بالكامل يعني كانت عليهم ضغطات دولية دولة ما عليهم ضغطات دولية ما أخذين راحتهم فترة الحصار فترة الحصار حقيقة هو دمار ليس من صدام وحزب البعض فقط وإنما أمريكا أيضا كانت المساهم الأكبر في تحطيم العراق وبدت هجرة العقول هجرة العقول بشكل لا يصدق فنانين أدباء أساتذة جامعات لأنه المسائل من المستحيل أن تكون بهذا العنف وجوع يعني تخيلي الفرد ما يقدر على شراء حذاء أو ناع العادي أو قميص كانت عملية الترقيع بالملابس القديمة نعم هي هذه فعلا اللي أنقذتنا وصبرتنا هذا أثر تماما على كل المسالك الحياة فنية أدبية أمريكا منعت استيراد شريط الفيلم بحجة هذا ممكن يستخرجون مني ما عم معروف يعني إن شاء الله كيميا ونيترات ما عمش فين استفاد منها صدام تصنيع العسكري أو حبوب مرضى القلب أيضا هاي ممكن صدام يعني فتحجه جواهية لدمار العراق بعد أن دمر صدام بثمان سنوات من الحرب لما يعاد الحرب العالمية الأولى والثانية احنا اشتزناها وحدنا زيان هذه بس بعض للأسف الفنانين بدأوا يجارون النظام لقاء دولارات قليلة ومنهم من يضغن بصدام وبأمجاد صدام وبحروف صدام لكن حقيقة بعض من المخرجين الشباب الواعين كانوا بقوة وبصلابة أن يتحدون النظام بعروض جميلة لازالت في ذاكرة الفنانين العراقيين يعني أذكر منها عمل المخرج الكبير غانم حميد العمل اسمه الرجل الذي ظل يقضن في هذيانه نص خطير وعبر على السلطة بالكامل كان إدانا للحروب بس بشكل مرمز لازال كل فنان عراقي ملتزم يذكر العرض جميل جميل جدا كان أيضا روض حلوة ذكر منها عرض للفنان دكتور حيدر منعثر بهال مستوى يعني كانت كانت كان الفن هو في كيف أنك تتجاوز الرقابة كيف أنك تصنع نصا بضبط أنا كان عندي عمل بالكلية عديت من نص إيرلندي فكان العمل كله في قاعة محكمة يعني شفت عروض سابقة لزملاء واساتذ عندنا العمل نفسه نفس القاعة فقد خل أنطلق بالخيال وأنقل الأحداث هو كان كوميدي يعني واحد يسرق لها نعجة وياكلها بليلة هو ضعيف نعم ويجون ويجون شهود علي بالمحكمة ويريدي بره فانقلت الأجواء برؤية خارج حدود المكان المحصول يسمع فانقلت على ساحل ساحل والدوث دور هاي الأحداث حلوة فاستغليت كل شيء بمفردات البحر يعني السجن عبارة عن أخطبوط هو مخفي بالمسرح تشيل الخيوط النايلون فيتحول إلى أرجل الاغطبوط لثمانية تتحول إلى بالضبط أعواد السجن جميل الحاكم حطيته حكم مباراة صفار تو عنده كارتات حمر كارتات صفر يخرج في المشهد الأخير عندي كان الحاكم اللي هو الحكم يحط القرارات مع المحكمة في المرافق هاي الغربية ويقعد يضغط عليها المي وتروح القضية فقلوا لي هذه الغيهر لأنه سبب منها مشاكل يعني مبين النظام ماذا تعني نعم يحط كل القوانين طب الآن انتهى نظام صدام حسين وجاء نظام جديد يزعم بأن هناك ديمقراطية في البلد وأن هناك في العراق مساحة من الحرية أكبر مما سبق كيف أصبحت السينما العراقية بعد صدام حسين حقيقة السينما العراقية ما زالت تتعكز للأسف يعني بدت مبكر يعني بالـ 48 كان الفيلم الأول العراقي المشترك ومو مشترك بس كان اعتمادهم على المخرج الفرنسي أنديريا شوتان اللي إجال بغداد وأعد الفيلم اللي اسمع عليه وعصام عن مسرحية روميو جوليت فصار الحف في قرية وصور الفيلم في باب الأدنى في أحد البساتين من الـ 48 لحد انتهاء نظام صدام 2003 الصدقين 99 فيلم هذا الكم القليل ووفرة المال العراقي ووفرة التقنيات اللي حتى في مصر ما موجودة بدليل صلاح أبو سيف لما أجل عمل فيلم القادسية اتفاجئ بالمعدات الحديثة في مصر المتطورة يعني اللي فعلا هي هوليوود الشرق ما كوش تقنيات تفاجئ بس بعد الـ 68 تحولت السينما إلى السينما للفكر الشمول القومي يعني النص تنتخيل النص يدخل إلى 40 لجنة تفحص يعني كيف تخاطلين وين يخرج النص ولا تخرج النصوص يعني معالجات تاثهة لمواضيع أشد تفاهة يعني يطلع الفيلم ركيك بالمختصر زبالة الزبالة لكن الفترة الذهبة بالسينما العراقي الفترة لبعد إعلان جمهوريا من 58 إلى 63 ما جاء البعض الأول تخيل أكثر من 21 إلى 23 فيلم اللي هن يشكل تقريبا ربع أو ثلث السينما العراقية من 2048 إلى 1999 بعدها رجعوا كثير من اللي كانوا في أوروبا وبدوا يعملون بس الحقيقة ما حصل شيء اسم التطور بالسينما العراقية ما هو السبب هل هي عوائق السبب أولا سياسية اجتماعية فقرية ثقافية والله هي اقتصادية اقتصادية من يعمل بالإنتاج السينما على مستوى دراما التلفزيون أو السينما فيحط مصادر ما يدخل في جيبة وهذا أفسك والكل يذكر بغداد آصمة الثقافة فيها فساد مالي بالسينما لا يصف انت تخيل فيلم المخرج يختفي والفيلم ماكو وهو مستلم فلوس فيلم اسمه وداعنينا وأعتقد لكن هاي الفترة أيضا تمخضت عني ممكن ثلاث أربع أفلام جيدة حقيقة مستوى إداء وتقنيات يعني أذكر منها فيلم الزميل المخرج دكتور علي حنون اللي هو سر القوارير فينم كان ممتع يعني حكاية جميلة بريف العراقي إداء ممثلين مبهر نعم يعني أفهم منك بأن هناك فساد في المجال السينمائي في العراق كما هو الفساد مستشري في مجالات أخرى بالضبط الفساد مستشري في كل شيء مستشري في وزارة الصحة مستشري بالمؤسسة العامة السين والمسرح مستشري في المالية في التربية وممكن معين الفضايا العراق فضايح يعني يندى لها جبين واللي قدوها السياسيين وما حد يدان ممكن يدان هذا الطفل العراقي اللي سرق أوراق منادي الكليينيكس بالضبط وحكم علي ومجرمون سارقون من السياسيين مليارات يعني آخر الفضيحة هذا واحد من السياسيين ما أذكر اسمه 30 مليون دولار عقبه بغرام ممكن 250 ألف دينار هذه مهزلة فالفضاء هذا الفضاء الفساد بكل مكان تلي في كل مكان في كل شارع بس يعني هو عندنا مثل بالعراق يقول طمطم لي وطمطم لك أنت تسرق بس لا تكشفني بالمحكمة أنا طلع سوالفك صحيح أنت شاركت هنا في فرنسا شاركت في فيلم فرنسي كان يحكي مأساة المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا بداية يعني كيف كان شعورك عند المشاركة في هذا الفيلم وأنت ربما قصتك تشكل جزءا من هذه الحقيقة المرة الحقيقة الفيلم يعني ما كان لي بحضور جيد بس حاولت أن أشارك للاطلاع أولا كانت مخرجة كان الفيلم أيضا للشركة نعم كان عندي مشهدي نصامت وانتبهت علي المساعدة مع المخرجة فقلت لتنمثل سابقا وحشت طبعا له وضافه يمكن أربع مشاهد بعد صار بالضبط مشاهد بس للاسف بعد نعرض الفيلم يعني ما لقيت روحي غير في مشهد مرور فقط المهم خط التجربة يعني شفت طريقة ما عنا هو أنا مشتغل مع فيلمين سابقين وهذا الفيلم الثالث يعني فيلم عملته قبل سقوط النظام بشهر أو شهرين وفيلم آخر بألفين وثمانية عملته لشركة أرتي اسمه المغني إخراج الفنان قسم حول المقيم في هولندا وهذا الفيلم الثالث اللغة تشكل عندي كبير يعني حقيقة مع تقادم العمر وفقدان أشياء كثيرة بالذاكرة تخليني أنكم باتجاه اللغة طبعا هاي معضلة كبيرة طيب ربما بعد كل هذه التجربة الطويلة في مجال الإخراج السينمائي في مجال السينما ما هي النصيحة التي توجهها للسينمائيين الشباب في العراق اليوم أقول الآن الحمد لله عندي شباب تخرجوا عندي من السينما الآن أسماء كبيرة بالعراق منهم المخرج حسين العقيلي والمخرج ذو الفقار خضر عفو ذو الفقار المطيري لأنه إذا تكلم عن ذو الفقار خضر هذا حط طلاب المسرح عمل أول أفلام معايا الآن نجم هو عراقي عربي صحيح مسلسلات الآن في سوريا في لبنان دي شارك بيها وممثل إلى حضور بديئ أيضا هناك ممثل آخر السمقين في بلقاهرة ويعمل مع السينما المصرية آخر أفلامه اسمه خانتيولا اسمه علي الشجيري أيضا جبت معايا في فيلم اسمه نافع وراسقية كان أول حضور إلى سينما كثير من الطلاب يعني عندي أيضا واحد من النماذج القوية اسمه كرار موسى أيضا يعمل بالإخراج عنده أفلام حلوة وبالمناسبة هو زوج بنتي اللي أيضا هيها مخريجة السينما وشتغلت بس في المين جميل جدا وهي باقية بالعراق طيب باقية بالعراق وتمارس النشاط السينمائي هناك لا بعد التخرج يعني بعدها حزب عينها فباقي صارت أم معتني بطفلها بس هو زوجها لأمارس يعني الإخراج طيب السؤال الأخير النصيحة التي توجه للشباب اليوم الطامح في مجال السينما العراقية لكل أحبتي اللي درستهم واللي زاملوني واللي التقيت فيهم في مقهى في مطعم في شارع أقول أبقوا صامدين أنتوا في وضع ممكن يتحسن وإحنا كنا في أوضاع جدا سيئة وغامرنا وعملنا التي يقاسون العمر كل قدامكم وصيروا مثال أتباه بطول العمر شكرا جزيلا لك الفنان والمخرج السينما العراقي حميد شاكر على تواجدك معنا في السيديوهات منتكال الدولية شكرا جزيلا لك شكرا لكم لهذه الإباحة الداخلية اللي ممكن تريحني أيام أو أسابيع حتى ما أستيقظ وأصرخ بالليل شكرا جزيلا لكم ونتمنى لك الصحة والسعادة أعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل كانت معكم إيمان الحمود ومن على هندسة الصوت جاد القوري ويان أيضا من الإخراج شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء